صباح النور صباح الخير على أغلى وأحلى مشتركات نتمنى كامل تكونوا بخير مع هذا الفيديو اللي جبت لكم اليوم كما عودتكم ديما نبدو كلامنا بالصلاة على الحبيب صلى الله وعليه وسلم وليت معكم في فيديو جديد الفيديو تعليم راح ألبية طلب بزاف المشتركات اللي كانوا طلبوا مني اسيا ديلينا وصفة قاطولة وصفة سابلي بالزبدة المضاعفة يعني كنت شاركتكم الوصفة تعالى الزبدة المضاعفة اللي حبة الوصفة ترجع لي فيديو اللي مقبل وليوم راح ألبلكم الطالب أني راح أدلكم بها أصابلي وتشوفوا بعينيكم كيف يفجأ كما كم تشوفوا البنات صدقوني جاب بزاف ابنين بزاف خفيف يعني بزاف اللي كانوا يقولوا لي اسيا بلا كيجيا بس ولا بالعكس البنات جاب طريق يعني راح أشارككم كامل في الآخر نقسم حبة قدامكم وتشوفوا بعينيكم للأمان للبنات باش ما نزيدش عليكم مكامل أنا لي غوثات يعني اللي نجرب عليها لي غوثات تاوها واللي هي طاطا اكسبرس كنت جربت عليها تاع الزبدة أمام تاع الصابلي والحاجة اللي حج بدني في هذا الصابلي أنه فيه ثلاث مكونات فقط يعني ما فيهني بيض نيوالو الزبدة المضاعفة اللي كنا خدمناها بالحليب والزيت والملح والخل راح نزيدو لها كيس خميرة تاع الغاطو كالسكر مع الافاني وتلمي بالفارينة يعني زبدة سكر والفارينة واللافاني مع الخميرة تاع الغاطو هذا ما كان ما فيهاش مكونات بزاف وجي شابة المهم حبيبتي الغاليات اهنا راح نبدأ والطريقة كيفاش نخدمو هذا الصابلي اهنا راح نضي انا 250 جرام كما كما تشوفو هنا كدرت 500 جرام يعني هذو الفوغانية ديجا كدرت سهال الخبز بس كون شوفوا قدتلكم اللي حبت يعني ما تخدمش بها يقاطو تقدر تولي تديرها مع الخبز بزاف ابننا وتجي خفيفة ما تجيش كما الخراث غيلا اهنا راح نبدأ ونخدمو هذا الصابلي راح نضي انا 250 جرام تاع الزبدة من بعد راح نزيد عليها كاس سكر بعد ما زيد الكاس على الصكر سنجيب هنا البغاميكسر نخدمها بالبغاميكسر يعني هتو ما لكم الاختيار تحبو تخدموها بالبغاميكسر تحبو تخدموها بالباتر واذا ما كانوش متواجدين عندكم يعني اخدموها غير بالكفة على اليد المهم حبيبتي الغاليات بعد مدرت 250 جرام زبدة زدت لهم الكاس سكر خلطتهم امليح بالبغاميكسر يعني حتى يذوب كامل هذا الصكر ما ديروش سكر غلاس ديرو السكر العادي اللي نحلو بها القهوة المهم تعلمين على البغاميكسر المهم حبيبيتي الغاليات هنا كما تشوفوا لمية العجينة حتى تحصلت على عجينة أطرية كنت جيكم العجينة يبسة يعني في هذه المرحلة تحسوا زيت والفارنة تقدروا تزيد لها غير شوية زبدة من هذه كلاكم خادمينها وحاطينها بجيها يعني زيدوها معها تولي أطرية ولا تقدروا تزيدوها شوية زيت تولي لكم أطرية كما أناها كسرت لي خطران ولا حسيت رحي شوية عيبس لازدارها غير شوية تاع زبدة ولا تلي أطرية هنا البنات بعد ما تحصلت على عجينة تكون أطرية رح نجيب السيلوفان تاعي نفتح بالطريقة اللي كنت وريتها لكم يعني نفتح المرسو الأول وزيد الثاني يعني باش تخرج لي شوية عريضة ونفتح فيها العجينة التاعي وبالنسبة للشكل انتو ما لكم الاختيار يعني اختاروا أي شكل أنا هنا عطيت لكم المكونات وقلت لكم اسكو لقاطو أصلح لي ولا مصلح ليش بسكو بزاف اللي جربوا هذه الزبدة بزاف رهم يتسائلوا اسكو اسيا جي قاطو ما تجيش خفنا نجربوها يعني نقولكم إذا حبيتوا جربوها صعب لي جربوها وعينيكم أمغامضين المهم حبيباتي الغاليات بالنسبة للشكل تاع الصعب لي أنا اخترت هذا الشكل يعني جاي شكل تاع أوريقة من بعد اللي بنات طبعت كامل الشكل اللي مبلع وكي ما كنتشوفوا راهي ترفض لي فاصل يعني ما هوش اللي حاجة صعيبة ولا يولي يتكسر لكم ولا كي تولوا برق اللي بنات تتحلوا فيها وتحسوا العجينة بتاعكم بدأت تتشقق حاولوا تلموها هكا في الجوانب يعني حاول تلميها غير بيدك كي ما العجينة تاع الصعب لي العادية هنا كما تشوفوا درت الشكل اللي جاي مبلع من بعد رايح حا أنشارك معاكم ثانيك الشكل اللي جاي مفتوح فى الوسط يعني كاملا يخافوا من هذك الشكل اللي جاي مفتوح فى الوسط اتكون يتكسر لهم ولا لا أاتني هانا كما كنتشوفوها ولي هناك الشكل اللي جاي مثقوب فى الوسط يعني شكل قالل ça شوفوا وراها العجينة ما شاء الله يعني ما هي تتفتت ما هي تتكسر موالو باقي البنات انا هنا شوية خشنت العجينة تمام الأحسن تحاولوا ترقوها يعني باش تجيكم في هذك صاب لهذك القرماشة يعني حاولوا تديروهم رقائك صيرتوك تديرو حبة فوق حبة وتقدروا ثانيك البنات تديرو طبقة واحدة يعني ما ديروش حبة فوق حبة تديرو شكل دائري يعني وارسموا فيها عينين وفم بالشوكولة ولا صيرتو للأطفال تاع الصح راح يعجبهم وتاع الصح يجيهم بزاف ابنين مع القهوة احليب المهم حبيبتي الغالية احنا رح نكمل كامل الكمية تاع القاطو يعني درت كمية مثقوبة في الوسط وكمية الاخرى درتها انبلعة من بعد رح ندخلها للكوشة على 180 دراج ونشعلها ملفوق وملتحت يعني انا اغلب القاطو راني وليت انطيبو دي غاكت ملفوق وملتحت بعد ما يطيب رح نعود انولي لكم وبينسيو غنزينو كيف كيف وتشوفوا بعينيكم صابلي تاع الزبدة المضاعفة وهو لكم البنات الصابلي تاع الزبدة المضاعفة بعد ما خرجتم الكوشة احنا رح عاد سخون كما كم تشوفو خليتوا تدبر كهذه العقلاء غضوغي يقول لكم بالاحسن اللي بنات تحاولوا ترقوا لعجينة ما تديروهاش عالية كما تاعي لولا باش تجي في هذيك القرماشة والحاجة ثانية ثاني كي يقطع لكم بس كو كي تديروها عالي ما هوش رايح يقطع لكم انا هنا بالنسبة للتزين زينو كما تحبوا يعني قدرين ديرو غير دوائر وديرو لعينين وفهمهاكا للاطفال رح يجيبنين تحبوا تديرو بهذه الطريقة التقليدية اللي كان منعرفوها جيب يس ومثقوبين من بعد لبنات بالنسبة للباش تلسقو واتم لكم الاختيار يعني تحبوا تديرو معجون تحبوا تديرو العجولي الحاجة اللي متواجدة عندكم ولا شوكولة ولا انا هنا كنت متواجدة عندي هذي هذي سيفار كخام يعني عندها بزافة عندي بذوق الفخاز بتعليوهش ما تستعمل هاش يعني خير من اللي راح غير في الفخيجي دا كي ما كم تشوفو هنا هي اللي راح نلسق بها الحبات المام راح نزين بها من فوق اهنا لبنات راح نكمل كامل التزين تح هذا الصعب لي وبينشق بعد ما نزين ونزين لكم في الطبسي راح نوريه لكم وثانيك راح نفتح حبا قدامكم هكا باش تشوفو حبيباتي الغالية بعينيكم وهاوليكم لبنات الصعب ليتاعي في الاخير بعد ما طاب كي ما كم تشوفو وزينت ويعني كمية كدرت لها هذا كسيفار كخام كي ما كم تشوفو هنا بذوق لي فخاز والكمية اللي بقات لي يعني درتها دي غاكتو مو حبا فوق حبا قبل ما زينتها مرفوق وتما لكم الاختيار يعني انا هنا اعطيت لكم الوصفة اه الوصفة قولكم كديتها من عند قانت ستعطى اكسبر كدرس يعني وصفاتها ما شاء الله اه كنت جربتها اعجبت نيكو تعالى واش ما نشاركش بها خياتي اتجربوها وتدو فكرة على هذيك الزبدة المضاعفة اسكو تسلوح قاطو متسلوحش يعني قلتكم هي جي شابة انكم تاكلوا بها الخبز ما متديروا بها قاطو رايحة جيكم بنينا يعني انا مازالي غير طعام يعني راح نجرب الطعام ندمو بها وهكا نكون عرفت اسكو هذي تسلوح الزبدة الجميع الصوالح ولا لا لا يعني الجميع المأكولات ولا لا لا اهنا حبيباتي الغالية واش رايحان دي راح نجيب حبة قاطو نقسمها قدامكم وتشوفوا اسكو القاطو هذا رايح يجي يابس يجي طري يعني اهنا راح ينشوفوا بعينكم كما كنتشوفوا اقسمت الحبة قدامكم واش نحكي لكم رايحة طرية الضوب في الفم بالزاف اللي قالوا جربنا هذي الوصفة جانا القاطو يابس انقولكم بلك درتوا البيض في الصعب لتاعكم بلك يعني حاولوا ديروه بهذه الطريقة ديروه غير بالسكر العادي مشي سيكخي غلاس مع هذيك الزبدة المو بالفارينا يعني طريقة ولا اسهل وكي ما كنت نشوفوا هنا يعني راني نكسر في الحبة و راكم تشوفوا يعني راها تتفتت وحدها غير نحط عليها صبعي رايحة تتفتت يعني ما شاء الله وهنا حبيباتي الغاليات وصلنا الاخر الفيديو نقولكم راكم تشوفوا راني نعيه مع الوصفات وكعمل يعني هذا الفيديو كامل بيستهل جاب نقولكم بشطلعوا لي المورال يعني والله لا خطرة تشوفوا نحب قعنا ننضيرها كش غوسات ولا نقول ما نصور ما ونبعد كين تتفكر هذو كلي خلولي لي كومنتيق شابين نقول على خاطرهم انشاركم المهم ح هذا اتعب ما تنساولي الجام والكومنتر الشباب كيفكم يا الشابات يا العدرات ولي جربوا ثاني تقولنا تعليقاتي عحو وقولوا لي رايكم في الصعب لي ومذبية كامل تروحوا عن طاطا اكسبرس اه تشوفوها يعني اللي ما هم شايفين اللي فيديو تاوحها وكامل نقولكم غير تبعوها صير توفة طياب ما شاء الله قانات ولا ارواح تساهل مليون مشاهدة ان شاء الله اهنا نقولكم تعالى ولي في الواحكم سلام